بعضمة لسانه الفار تحت التعديل خاصية أو تقنية حكم الفيديو المساعد من أول ما دخلت وتم تطبيقها الموسم المش المنقاضي اللي قبل منه في نص منه كان الأستاذ عمري أو الأستاذ عمري الجنيني كان في خلال ترقصه لللجنة الخماسية قدر الحياة ينجز هذه المهمة في الموسم الأخير أو الموسم اللي فات اللجنة الخلاسية برئاسة المهندس أحمد مجاهد في اتحاد الكرة مع الفار أثيرة الكثير من الكلام الكلام المؤسس حتى تم تعديل لجنة الحكام الرئاسية وجئ بالكابتن عصام عفتاح الحكم الدولي السابق وعضو مجلس دارة اتحاد الكرة السابق ليرأس لجنة الحكام كابتن عصام عفتاح كان تم تسريب بعض التصريحات اللي نقلتها جريدة العين الإماراتية أو موقع جريدة العين وقالوا أنه قال في تونس في محاضرة مع الحكام التوانسة الفار عمل مشاكل في مصر وقهد الدوري أو غير مسار الدوري وظلم ناس كتيرة ونس أكدت أنه الفعل الكلام قيل لكن كابتن عصام معنا فيه من هذا الكلام لم ينفي تقديره أو تقييمه للتجربة ومن أول يوم قال في مشاكل في الفار أهمها بالنسبة للعنصر البشري ما عندناش حكام فار معتمدين من الفيف كافيين قال إن أنا هعمل ورشة عمل هعمل دورات تدريبية هحاول أرتقي بحكام الفيديو وأحاول أعتمد من الاتحاد الدولي عددا من حكام الفيديو انبارح الحقيقة كان الخبر السار اللي نقله لنا الاتحاد المصري إنه اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم أربعة وسبعين حكام مصري جديد للعمل بتقنية حكام الفيديو الفار وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي عقدت طوال شهر سبتمبر تحت إشراف الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق ومحمد عبادة مدير المشروع وفريد منصور مسؤول إعادة تشغيل الأرؤ جاء اعتمد الاتحاد الدولي للدفع الجديدة للعمل بالتقنية بواقع 24 حكم ساحة و24 حكم فيديو و26 حكم فيديو مساعد لينضموا إلى زملائهم القدامة الذين تم اعتمدهم الموسم والماضي دي قائمة الحكام اللي اعتمدها للاتحاد الدولي عشان يكون عندنا 46 حكم وحكم فار والجدد في القائمة اللي حضراتكو شايفينها بالمناسبة الأهلي كان أول من استجار بيئ أو طلب من الاتحاد المصري من وقت ما كان المهندس هاني أبو ريدا رئيسا للاتحاد إنه ضرورة العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد إلى أي مدى أثر حكام الفيديو فيه توجيه بطولة الدوري خارج النادي الأهلي في هذا التقرير هتشوفوا خلاصة الخمستاشر نقطة اللي الأهلي ضعت منه طوال الموسم اللي فات واللي أضعت عليه بطولة الدوري بسبب الفار اللي البعض بيعتقد دلوقتي إنه الفار هو اللي أنصف المنافس مش بيعتقد بيردد ويؤكد لا شغل التوجيه بقى واخد بالك يطلع مدربين أنت مقهم معروف ويطلع ناس أنت مقها معروف ويقول لك آه من هنا ورايح بقى الزمالك يكسب لأن الفار ما هو عايز يؤكد أن الفار جاب له للعدالة ولكن يعني عني أؤكد لك كيف ساهم الفار في منتهى الظلمة هذا الموسم نشوف هذا التقرير موسيقى طيب الآلي وهو يستن جد بالفار أنا قلت لك إيه فاكر الكلام أن الفار بشر بيتحكم فيه بشر المشكلة مش هتبقى في الفار المشكلة في البشر وهناك مقولة جميلة جدا ولا أحد يطبقها بمعناها أن الحكم بشر ثم البشر بيغلط والبشر بيتعمد الخطأ أحيانا والبشر يتعمد الإحياز أحيانا في أراءنا الشخصية مدام بشر مش بشر ايوه في كل هذه المزات بالضبط مزات العدل والظلم معايير العدل والظلم فلما تبص تلاقي أن حكم واحد في مباراة واحدة أنا هاخد مباراة المحلة دي لأنها النموذج الفج من خطأ وهمي يتسبب في هدف في هدف الأهل ومن ثلاث أخطاء حقيقية واضحة وضوح الشمس تهمل تهمل هتلأخذ الأهل يحقه ومعروف دربة جزاء وطرد فتح الله ومعروف ومعروف ها طيب احنا قبل كده بمكان بيجيبوا الحكم الخامس اللي وقف على الخط ده وغطوا بقول لك شوف الحكم كده أن يشارك في اللعبة عزبت رجل العامة ولا يحتسبها في ماتش الانتاج الحاربي بتاعت أذارو ولا يحتسبها في بارتين مع في بيراميد مع حسين الشحات وإحمد الشيخ طيب اسمها إيه ده أكتر من الفار بقى ده راجل مشارك في اللعبة ويعمل لك كده يعمل لك كده يا ولد هايل شفت كل حاجة بس ما فيش حاجة طيب هتقول إيه يا جماعة انتم بتتكلموا في إيه الأهل إيه إحنا نلوم الأهل إيه لأنه رغم كل ما حاقة بيه من ظلم ورغم كل ما حاقة بيه من ظلم نتيجة عدم حق يعني إعمال المعيار العدالة فيه للمنافس كان استطيع أن يحسم الدوري بدراعه رغم كل ده طيب الفار أثر بالشكل المباشر في إهدار الأهل لهذه الحقوق ماذا فعل مع الزمالك نشوف هذا التقليل طيب الكلام ده كله مش رأينا يا جماعة في كل اللقطات اللي عرضناها لكو ده كان رأي الخبراء الذين أكدوا على كل كلمة جات في اللقطات دي وكان يمكن المثال الصارخ برضو ماتش المصري لأن لما تيجي في الوقت المحتسب بدل من ضائع في السواني الأخيرة تحسب ضرب الجزاء لازم تبقى متأكد قوي أولا اللعبة لو هنيجي نشوف كان يصبقها فاول ضد مدافع المصري فكان ينبغي يبقى فيه صفارة هنا كل ما تلا من أحداث غير موجود اللي هو استندوا إليها إن فيه لمسة يد طيب حتى لو مفيش دفعة بقى تعالوا نتكلم على نفس لمسة اليد اللعبة دي واقف كده هو واقف كده لما تشوفوه قبل الكرة ما تعدي ساعة الدفعة بيبص على زميل واقف كده لو جبت الصورة تاني بتاعت الدفعة هتجد إن اللاعب اللي اتحسب عليه ضربة الجزاء هو واقف كده ما كانش نطي لسه ولا عمل حاجة ولما جابت الكرة نطي كده ظهروا للمهاجم مش شايف الكرة عشان يقدر يمنحها بإيده أو يعمل حاجة ورغم هذا اتحسبت جهات جريشة والصباح ومعروف والحنفي دول لوحديهم من الخمستاشر والتسعة كانوا كامل تانيين وعشرة يعني خمسة عشرين نقطة مسؤولين عن طمانتاشر نقطة مثلا يا جماعة إحنا لما بنقول نستنجد بالفار ليه بنستنجد بالفار الفار بيعمل إيه يعني إحنا زمان كنا نقول إيه ما هو الحكم ما عندوش طرف إنه زي الصديات التحليل كده يعيد بالبطيق ويرسم الخط الواهمي ويشوف فكنا بنقول الحكم ما بيلحقش وربما نلتمس له الخطأ التبرير الخطأ فكنا بنأمل إن الفار اللي عنده بقى درجة استئناف يقدر يشوف بها كل هذه التقنيات إنه يرسم الخط وبالبطيق ويعيد اللقطة أكتر من الزاوية وأكتر من مرة إنه حقق العدالة ده المنطق ولا إيه لكن بالطريقة دي يا كابتن عصام إذا كنت مدرك إن الفار كان عامل أزمة عليك أن تزيل الأسباب وإذا لم تزال الأسباب ولم تتحقق العدالة يبقى هناك إرادة في عدم تحقيق العدالة ولنا كلام آخر بعد الفاصل